اهلا بيكم في بداية اسبوع من الاسابيع الهمة اهلا بيكم في بداية الاسبوع الذي ينتهي به شهر يونيو ونحتفل فيه بتلاتين يونيو هذه الثورة العظيمة الشعبية اللي احنا كلنا من ثمان سنوات قررنا بيها ان احنا نغير مصار هذا البلد ونحافظ عليه ونحميه قررنا في قناة الحياة وفي الحياة اليوم ان احنا نحتفل مع حضراتكم طول ايام الاسبوع المقبل نوعاتكم ان خلال الاسبوع ده كله هنناقش مع حضراتكم كل شيء هنفتكر احيانا هنناقش المستقبل احيانا هنناقش بعض السلبيات وحنقدم الايجابيات هذا الاسبوع هو اسبوع الاحتفال بكل ما حدث اسبوع الوصول الى 8 اعوام اسبوع الاحتفال بحد مهم جدا اهم شيء في هذه الثورة اهم شخصية اهم انسان في هذه الثورة هو الانسان المصري هنبدأ حلقاتنا معاكم النهاردة احتفالا بالانسان المصري بالمواطن المصري بالشعب المصري الذي شهد له العالم اجمع اجمع ان احنا شعب ملوش كتالوج ان احنا شعب محدش يقدر يحسب لنا حنتحرك امتى وازاي وان احنا اللي بنحبه نبلع له الزلط نبلع كل حاجة طول ما احنا وصقين فيه وقدرين ان احنا نستحمل يبقى حنبني معاه الشعب المصري في تلاتين ستة هو البطل الرئيسي والاساسي والمحرك الاول ومن قبل تلاتين ستة الذي ادى الى تلاتين ستة والذي وصل بها الى بر الامان غصب عن كل القوى في العالم غصب عن جميع من حاول ان يمنع اي تغير علشان المخططات اللي كانت معمولة والدراسات اللي كانت معمولة احنا الشعب المصري اللي ضربة كل المخططات اللي كانت معمولة للبلد دي احنا الشعب المصري اللي امرنا كل القيادات بانها توقف معانا وطالبنا ان هي تنزل ونزلت ووقفت معانا وتحركت احنا الشعب المصري اللي الاول مرة في تلاتين ستة نقول له كل الاحزاب والشخصات السياسية لا يا بقى كفايا كده لعب كل وقف صف واحد كل وقف انتباه كل وقف تحية المصر وحماية المصر وان نتخلص من الداء والبلاء اللي حل علينا بسبب المخططات اللي كانت معمولة للبلد دي هنبدأ معاكم اسبوع من اهم اسابيع التغطية من اهم اسابيع الاحتفال الاحتفال بعودة مصر بعودة مصر لحضننا كلنا الاحتفال باللي احنا عملناه عشان نحافظ على البلد دي لعيالنا والاجيال اللي بعدها وننقذ نفسنا من الحبال اللي كانت بتتلف علينا وبتحاول تأيدنا وبتحاول تبعنا وبتحاول تأسمنا اهلا بيكم في ذكرى 30 يونيو اهلا بيكم في ذكرى ما صنعتم من انتصار انتم انتم الشعب المصري حلقة النهاردة هتكون مخصصة واول حلقة للشعب المصري كله كل الشعب المصري هنتناقش في دور الشعب فيما حدث كل الحلقات خلال الاسبوع ده هتكون حول ثلاثين ستة اشتركوا في القناة